أقوى عشر دول عربية من حيث القوة العسكرية لعام 2023 في المركز العاشر اليمن وتمتلك اليمن عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 177 طائر وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك اليمن خمسة آلاف قطعة حربية مختلفة وعن القوة البحرية فتمتلك اليمن أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 35 سفينة مختلفة وأخيراً تحتل اليمن المركز 74 عالمياً من حيث القوة العسكرية وتأتي في المركز التاسع تونس وتمتلك تونس عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 152 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك تونس 24 ألفاً قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك تونس أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 40 سفينة مختلفة وأخيراً تحتل تونس المركز 73 عالمياً من حيث القوة العسكرية وتأتي في المركز الثامن قطر وتمتلك قطر عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 200 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك قطر 9 ألف قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك قطر أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 86 سفينة مختلفة وأخيراً تحتل قطر المركز 65 عالمياً من حيث القوة العسكرية وتأتي في المركز السابع سوريا وتمتلك سوريا عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 4150 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك سوريا 48 ألف قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك سوريا أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 43 سفينة مختلفة وأخيراً يحتل سوريا المركز 64 عالمياً وتأتي في المركز السادس المغرب وتمتلك المغرب عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 250 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك المغرب 35 ألفاً قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك المغرب أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 120 سفينة مختلفة وأخيراً تحتال المغرب المركز 61 عالمياً وتأتي في المركز الخامس الإمارات وتمتلك الإمارات عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 565 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك الإمارات 27 ألفاً قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك الإمارات أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 80 سفينة مختلفة وأخيراً تحتال الإمارات المركز 56 عالمياً وتأتي في المركز الرابع العراق وتمتلك العراق عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 360 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك العراق 43 ألفاً قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك العراق أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 63 سفينة مختلفة وأخيراً تحتال العراق المركز 45 عالمياً وتأتي في المركز الثالث الجزائر وتمتلك الجزائر عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 550 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك الجزائر 39 ألفاً قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك الجزائر أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 200 سفينة مختلفة وأخيراً تحتل الجزائر المركز 26 عالمياً وتأتي في المركز الثاني السعودية وتمتلك السعودية عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 900 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك السعودية 87 ألفاً قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك السعودية أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 60 سفينة مختلفة وأخيراً تحتل السعودية المركز 22 عالمياً وتأتي في المركز الأول مصر وتمتلك مصر عدداً من الطائرات الحربية المختلفة والتي بلغ عددها حوالي 1070 طائرة وبالنسبة للقوة الأرضية فتمتلك مصر 88 ألفاً قطعة حربية وعن القوة البحرية فتمتلك مصر أسطولاً بحرياً يبلغ حوالي 245 سفينة مختلفة وأخيراً تحتل مصر المركز الرابع عشر عالمياً من حيث القوة العسكرية في نهاية الفيديو أكتب لنا في التعليقات البلد التي تنتمي إليها